اشتركوا في القناة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت أي أمرني الله عز وجل أن أقاتل الناس ولم يقل أن أقتل الناس لأن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة فالقتل المقصود منه إزهاق النفس وعما المقاتلة فالمقصود منها الإلزام والخضوع للحكم الشرعي حتى لو أدى ذلك إلى القتل فهنا فرق بين قوله أمرت أن أقتل الناس وبين قوله أن أقاتل الناس الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال أمرت أن أقاتل الناس فالمقاتلة هي الإلزام بالحكم الشرعي والأمر به حتى لو أدى ذلك أي أنهم لو لم يفعلوا إلى قتلهم فيقتلهم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أي إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وأن محمد رسول الله أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله أي المرسل والمبعوث من الله عز وجل ويقيم الصلاة أي يأتوا بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها ويؤتوا الزكاة أي يعطوا الزكاة إلى مستحقها فإن فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صارت دماءهم معصومة وأموالهم معصومة لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق الإسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أي إلا بأمر يوجبه الإسلام ويزيل العصمة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيل العصمة من المسلم أي عصمة دمه وماله فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق للجماعة فهذه الثلاثة تزيل العصمة وتهدر الدم أولا الثيب الزاني والمراد بالثيب هنا من نكح امرأة في نكاح صحيح من جامع امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الثيب إذا زنى فإنه يرجم وذلك والعياذ بالله أن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن فإن كان الزاني غير محصن يعني لم يتزوج فعقوبته أن يجلد مئة الجلدة قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الجلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وأما إذا كان الزاني محصنا أي ثيبا وهو الذي نكح امرأة في نكاح تزوج امرأة في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فعقوبته أنه يرجم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم والرجم ثابت في شريعة الله عز وجل وقد كان في القرآن ولكنه نسخ لفظا ولم ينسخ حكما ففي الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف فذكر رحمه الله ثلاثة أسباب يثبت بها الزنى أولا البينة وثانيا الاعتراف يعني أن يقر وثالثا الحبل يعني الحمل فإذا حملت امرأة ولم تدعي شبهة فإنه يحكم عليها بالزنى هذه عقوبة الزاني إذن الزاني إن كان محصنا رجم حتى الموت وإن كان غير محصن جلد مئة وغرب عاما قال والنفس بالنفس يعني أن من قتل نفسا فإنه يقتل قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى وقال عز وجل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وقال عليه الصلاة والسلام مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَيُّدَى وَإِمَّا أَيُّقَاتِ الثالث التارك لدينه التارك لدينه يعني الذي ارتد والعياذ بالله عن دينه المفارق للجماعة فإذا ترك دينه بأن فعل أمرا مكفرا أو ترك ما يكون تركه كفرا ما يكون تركه كفرا فإنه يخرج من الإسلام أو فارق الجماعة فارق جماعة المسلمين فإنه في هذا الحال لا يكون مسلم إذن هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النَّاس فيه جليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه إليه الخطاب من الله عز وجل فيؤمر وينهى من الله وفيه أيضا دليل على وجوب هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإتيان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن من أتى بها دخل في الإسلام وأن من لم يأتي بواحد منها خرج من الإسلام لكن الذي دلت عليه الأدلة أن الذي يخرج من الدين الإسلامي هو ترك الصلاة وأما ترك الزكاة وإن كان ذنبا عظيما وجرما كبيرا إلا أنه لا يخرج من الملة إلا أن يجحد وجوبها فإذا جحد وجوب الزكاة كفر وأما إذا تركها تهاونا وقسلا فهو على خطر الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منهما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم نعم يقول عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بالمضارع بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية بأن تقول لا تفعل كذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقول فاتركوه لأن الاجتناب أبلغ فمعنى فاجتنبوه أي كونوا في جانب وهو في جانب فقولوا فاجتنبوه هذا أبلغ من لو قال ما نهيتكم عنه فدعوه أو فتركوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهذا يشمل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا جازما وهو المحرم ويشمل ما نهى عنه نهيا غير جازم وهو المقروه لأن المنهي عنه نوعان ما نهي عنه نهيا جازما وهو المحرم من كبائر وصغائر وغيرها وما نهي عنه نهيا غير جازم وهو المقروه وحكم المقروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر سواء كان هذا الأمر على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على غير سبيل الإلزام وهو المستحب فأتوا منه ما استطعتم لأن الإنسان قد يستطيع الإتيان بالواجب كاملا وقد يعجز عنه عجزا كاملا وقد يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه ولكن هل الإنسان إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا الجواب هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وذلك أن الإنسان إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فلا يخلو من أربع حالات الحال الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محظة أن يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محظة فإذا قدر عليه لم يجب عليه الإتيان به مثال ذلك الأصلع الإنسان الذي ليس في رأسه شعر إذا أراد أن يتحلل من النسك فهل نقول إنه يجب عليك أن تمر الموسى أي الموس على رأسك أو لا نقول لا يجب لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر فإذا كان الشعر ليس موجودا فإمرار الموسى يكون عبثا مثال آخر تحريك اللسان تحريك اللسان واجب لأنه وسيلة إلى النطق لا يمكن للإنسان أن ينطق إلا إذا حرك لسانه فالأخرس الذي لا ينطق هل نقول يجب عليك أن تحرك لسانك الجواب لا تحريك اللسان وإن كان واجبا على الناطق لكن على الأخرس لا يجب والسبب لأن تحريك اللسان وسيلة إلى النطق والأخرس لا يمكن أن ينطق القسم الثاني أن يكون المقدور عليه قد وجب على سبيل التوابع واللواحق يعني أنه وجب لكونه تابعا لغيره فحينئذ أيضا إذا قدر عليه لا يجب عليه الإتيان به مثال ذلك لو أن شخصا فاته أراد الحج وفاته الوقوف بعرفة إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فهل نقول إنه يجب عليك أن تقف أن تبيت في ميناء والمزدرفة وترمي الجمار ونحو ذلك لا لماذا لأن هذه الواجبات وجبت تبعا فهي على سبيل التوابع واللواحق فإنسان مثلا فاته الوقوف بعرفة بحيث أنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر فلا نقول ما دام أن الوقوف بعرفة قد فاتك فأتي بما تقدر عليه من الواجبات تبيت في المزدرفة وتبيت في ميناء وترمي الجمار الجواب لا لماذا لأن هذه الواجبات وجبت على سبيل ماذا التوابع واللواحق القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه في حد ذاته ليس عبادة فلا يجب أيضا عليه أن يأتي به مثال ذلك لو أن شخصا قال أنا أستطيع أن أصوم نصف يوم إنسان عنده مرض ولكن يقول أنا طاقتي أن أصوم إلى الظهر فقط لا أستطيع أن أصوم أكثر من ست ساعات أو سبع ساعات فهل نقول في هذا الحال إنه يصوم نصف يوم ويتق الله ما أستطيع أو لا نقول لا لا يصوم نصف يوم لأن الصيام لا يتبعض لا يتعبد لله عز وجل بصيام نصف يوم القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة مثل القيام في الصلاة لو أن شخصا كان حديث عهد بإسلام أسلم حديثا ولا يعرف شيئا من القرآن إطلاقا ولا أي ذكر فهل نقول هنا الآن فيما دمت أنك لا تعرف شيئا من القرآن ولا من الذكر إذن قل الله أكبر واركع مباشرة لا نقول يجب أن يقوم بقدر الفاتحة لأن القيام ركن مقصود بذاته فتبين بهذا أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا ذكرنا أن هذا على أقسام كم؟ أربعة أن يكون المقدور عليه وسيلة محظة وجب لكونه وسيلة محظة فلا يجب الثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق فلا يجب الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه بذاته ليس عبادة كصيام نصف يوم والرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة فيجب عليه أن يأتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم طيب هذا الحديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب أي طاهر فهو سبحانه وتعالى طيب في أسمائه وفي صفاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه وفي جميع ما يستر منه سبحانه وتعالى فكله طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا فالطيب من الأعمال والأقوال ما كان موافقا للشرع بأن كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب من الأموال ما اكتسب من طرق مشروعة ما اكتسبه الإنسان من طريق مشروع فالحلال المال الحلال ليس الحلال ما حل في اليد كما يظنه بعض الجهال ويظن أن اكتساب المال عن طريق الربا أو الغش أو الخداع أنه شطارة ومهارة فيتفاخر بأنه غش الناس وأنه روج السلعة الكاسدة الفاسدة وأخذ مالا نقول هذا محرم وهذا من غش المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وفي روة من غش فليس منا إذن لا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأموال إلا ما كان طيبا فالطيب من الأعمال ما كان موافقا للشرع بأن كان الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله والطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق مباح حلال وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز وجل يا أيها الرسل إن الله أمر المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الرسل الرسل جمع رسول والرسول هو من أوحي إليه بشرع وعمر بتبليغه كلوا من طيبات ما رزق كلوا من الطيبات وعملوا صالحا الطيبات المراد بها هنا ما أحله الشرع فضابط الطيب ما أحله الشرع وضابط الخبيث ما حرمه الشرع والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذن كلوا من الطيبات أي ما أحله الشرع وأباحة وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آملوا وقلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه وتعبدون كلوا الأمر بالأكل هنا للإباحة الأمر بالأكل هنا للإباحة واعلم أن كل مباح كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة كل أمر مباح تجري فيه الأحكام الخمسة فمثلا الأكل من حيث الأصل مباح لكن قد يكون واجبا قد يكون محرما قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون مستحبا فالأكل الواجب هو الذي يتوقف عليه بقاء الحياة والجسد بحيث لو لم يأكل لها لك فيجب عليه أن يأكل لأن الإنسان ممنوع ومحرم عليه أن يقتل نفسه وأن يلقي بنفسه إلى التهلكة قال الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِذَا كَانَ يُسَبِّبُ التُّخْمَة التُّخْمَة يعني أن يمتلئ بطنه بحيث لا يستطيع أن يتحرك بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تحرم التُّخْمَة ومعنى التُّخْمَة أن يأكل الإنسان أكلا كثيرا جدا بحيث يمتلئ بطنه ولا يستطيع أن يتحرك من كثرة ما في بطنه من الأكل هذا حرام ويكون الأكل مباحا وهو الأصل يا أيها الرسل كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَات يعني مما أبحنا لكم من الطيِّبَات وَأَمَلُوا كُلُوا مِنَ الطِّيِّبَات يا أيها الذين آمَنوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ الشكر هو القيام بطاعة المنعم والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح الشكر لله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فأما شكر الله تعالى بالقلب فأن تعتقد بقلبك أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعم وهو الذي وهبك هذه النعمة وأما الشكر باللسان فيكون بالثناء على الله عز وجل والحمد وأما شكر الله تعالى بالجوارح فأن تستعمل هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك في طاعة الله وأن تري الله عز وجل آثار هذه النعمة عليك إذن الشكر أيها الإخوة له ثلاثة متعلقات له ثلاثة متعلقات يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فالشكر بالقلب اعتقاد أن هذه النعمة من الله الشكر باللسان وذلك بالثناء على الله تعالى والحمد والشكر الشكر أيضا يكون بالجوارح وذلك بأمرين الأمر الأول أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله وفي طاعة الله وثانيا أن تري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة المال من الله تعالى عليك بنعمة المال فأولا استعمل هذا المال فيما يرضي الله وفي طاعة الله أولا في أداء الواجب فيه من الزكاة والصدقات والإنفاق على الأهل والأولاد والإحسان إلى الأقارب وغيرهم ثانيا أن تري الله أثر نعمة هذا المال عليك ألي الله أثر هذه النعمة وذلك باللباس الحسن والمركب الحسن وغير ذلك فلا يليق بإنسان أنعم الله تعالى عليه بمال أن يلبس ثيابا مقطعة ونعالا مقطعة ونحو ذلك ويدعي أن هذا من الزهد هذا في الواقع بخل وليس زهدا فإن الله تعالى جميل يحب الجمال ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أزهد الخلق ومع ذلك فقد كان يتجمل عليه الصلاة والسلام للوفد والجمعة والعيد ويقول إن الله تعالى جميل يحب الجمال إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة العلم فأولا أري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك وذلك بتعليم الناس وإرشادهم وأن يظهر أثر هذا العلم عليك في عقيدتك في عبادتك في منهجك في سلوكك وهكذا إذن الشكر أيها الإخوة له متعلقات ثلاث يتعلق بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي هذا الجوارح الشكر بالجوارح ولساني هذا اللسان والضمير المحجبة ما هو الضمير المحجبة؟ القلب يقول يا أيها الذين آمنوا خلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يعني إن كنتم تعبدونه حقيقة فاشكروا لله لأن بالشكر تدوم النعم بل تزيد النعم قال الله عز وجل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِلَ شَدِيدٌ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر قول ذكر الرجل ذكر الرجل على سبيل التمثيل وليس التخصيص وإلا فالمرأة كذلك لكن يذكر الرجل على سبيل التغريب أو على سبيل التمثيل وليس معنى ذلك أنه خاص بالرجل دون المرأة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث الرأس متفرق شاعر رأسه متفرق أغبر مغبر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء تأمل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا صفات تستدعي قبول الدعاء أشعث أغبر يمد يديه ورفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء يطيل السفر ويقول يا ربي يا رب ينادي ربه عز وجل بوصف الرموبية يا رب يا رب لكن قال وما طعامه حرام يتغذى على الحرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له وهذا يدلنا بل يدل على أن أكل الحرام أن أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الأشياء المحرمة أنه سبب لمنع إجابة الدعاء فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد منها أولا إثبات اسم الطيب لله عز وجل فهو من أسماء الحسنى وقد قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومنها أيضا أن الرسل يوجه إليهم الخطاب أمرا ونهيا يا أيها الرسل قلوا من الطيبات ومنها أيضا أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا ومنها أيضا أن رفع اليدين حال الدعاء من أسباب إجابة الدعاء ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين ومنها أيضا أن أكل الحرام وتعاطي الحرام سبب لمنع إجابة الدعاء لقوله فأن يستجاب لذلك وهذا استبعاد من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه جواد كريم وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر